اشتركوا في القناة واعرب سمو ولي العهد في البارقية عن خالص التهاني والتبريكات لفقامة الرئيس المصري على ما تحقق من نجاح كبير لجمهورية مصر العربية في تنظيم وإقامة هذه البطولة متمنيا سموه للشعب المصري الشقيق دوام التقدم والنماء كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء برقية مماثلة إلى معالي سيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر